السلام عليكم أنا محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة في هذا الدرس سنتطرق للإرريس أو ما يسمى بالمصفوفات قبل أن نبدأ عزيز المشاهد أدعوك بالاشتراك في القناة وذلك بالتغطي على زر سابوني وسبسكرايب كذلك إذا أعجبت بأحد من دروسنا فلا تبخل علينا أخي المشاهد بالتغطي على زر الإعجاب وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء لتعم الفائدة إذن على بركة الله نبدأ أول شيء يجب معرفته عن الاري أو المصفوفة أنه عبارة عن متغير أو variable من خلاله يمكننا تخزين عدد كبير من القيم بحيث أن لكل قيمة مفتاح وحيد أو unique key الآن سوف نبدأ بتعلم كيفية تهيئة أو initialize variable على شكل array أو على شكل مصفوفة نبدأ بإنشاء الvariable سوف أسميها my variable أو my array ثم نقوم بالإنيسياليز أو التهيئة وذلك بكتابة equal ثم المعقفتان نقطة فاصلة وهذا ما يصطلح عليه بالempty array لماذا؟ لأننا قمنا بإنشاء مصفوفة فارغة كذلك هناك كتابة أخرى للarrays في البيتش بي وهي الكتابة القديمة تكتب على هذا الشكل مثلا my array to equal array وهذه الكتابة تعادل الكتابة الأولى كما قلنا عزيزي المشاهد أن هذا يسمى أو يصطلح عليه بالempty array الآن سنتطلق كيفية إنشاء أو تهيئة array أو مصفوفة with data الآن نقوم بإنشاء متغير تالي تحت اسم my array tree equal المعقفتان ثم نضع التاتا داخل المعقفتان بهذا الشكل القيمة الأولى هي محمد والقيمة الثانية هي هشام والقيمة الثالثة هي أيوب نفرق ما بين القيم بوضع فاصلة لنقترب أكثر أخي العزيز ونعاين ما هو موجود داخل هذه الأري my array tree سوف نستعمل فانكشن اسمها printr والتي تمكننا من معرفة ما هو موجود داخل مصفوفة نضع اسم الـ variable داخلها بهذا الشكل my array tree ثم نذهب للمتصفح ونقوم بوضع اسم الملف arrays.php ثم نضغط على refresh لاحظ معي قد طبع على المتصفح ما هو موجود داخل الـ array tree بهذا الشكل محمد، هشام وأيوب وأمام كل قيمة يوجد مفتاح وحيد unique key هنا عزيزي المشاهد يجب أن تطرح سؤالا مهما وهو كالتالي هل يمكننا التحكم في مفاتيح المصفوفة؟ أي بمعنى هل يمكننا إعطاء لكل قيمة مفتاح خاص بها؟ الجواب هو نعم نقوم بإنشاء متغير رابع تحت اسم person equal المعقوفتان ثم لا ننسى نقطة فاصلة في آخر الصدر بشكل عام يكتب الـ key أو المفتاح هنا ثم نضع رمز يساوي أكبر من وهنا نقوم بوضع الـ value بهذا الشكل هذا بشكل عام وللمزيد من الفهم سوف نأخذ مثال مثلا أريد وضع اسمي هنا محمد إدراهيم والمفتاح أو الـ key يكون على هذا الشكل name فاصلة أدعو هنا from أو country والقيمة هي موروكو فاصلة function developer بعد ذلك سوف نقوم بوضع الـ variable هنا dollar person نذهب للمتصفح refresh ولاحظ معي عزيز المشاهد أن لكل قيمة مفتاح خاص بها محمد المفتاح هو name موروكو المفتاح هو country developer المفتاح هو function أرجو أن يكون هذا مفهوما هناك سؤال يحير وهو كالتالي ما هو دور الـ keys في الـ arrays ولماذا هي unique أي وحيدة أي لا يجب عليها أن تتكرر في المصفوفة الكيز أو المفاتيح تلعب دور كبير في المصفوفات بحيث يمكنك الوصول إلى قيمة معينة في المصفوفة طريقة مباشرة ما عليك معرفته إلا المفتاح المرتبط بهذه القيمة مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الـ variable person وأردنا أن نصل إلى القيمة developer ما علينا كتابة إلا الـ variable والمعقوفتان وإسم المفتاح function نقطة فاصلة وليطباعة هذه الضاطة أو هذه القيمة يجب استعمال الـ ego نذهب للمتصفح refresh نقوم بتعطيل printR refresh لاحظوا معي أنه قام باسترجاع القيمة developer كذلك هناك إمكانية تغيير قيمة معينة في المصفوفة مثلا إذا أردنا تغيير القيمة developer المرتبطة بالـ function والموجودة في المصفوفة person ما علينا إلا كتابة اسم المصفوفة أو اسم الـ array person واسم الـ key أو المفتاح equal ونقوم بكتابة القيمة الجديدة مثلا doctor نقوم بتباعة ما هو موجود في المصفوفة person printR person refresh لاحظوا معي أن القيمة المرتبطة بالـ function قد تغيرت من developer إلى doctor إذا عزيزي المشاهد نكتفي بهذا القدر ونضرب لكم موعدا إن شاء الله يوم السبت مع الساعة التاسعة مساء بحيث سنتعمق أكثر فأكثر في الـ arrays أو المصفوفات في الـ PHP كان معكم محمد إبراهيم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر نحن لمثال نحن المترجم نحن المترجم